فعالية كأس العرش للأندية للغولف لا زالت متواصلة بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط في اليوم الثالث مباريات دور الربع النهائي أبانت عن تنافس شديد بين الفرق الثماني المشاركة في كل فئة وأصفرت عن تأهل أربعة أندية للدور الموالي في فئة الكبار تأهل كل من النادي الملكي دار السلام والنادي الملكي أنفا المحمدية ونادي تازك زوت للغولف آقادير ونادي توني جاكلين الدار البيضاء خلقنا المباراة مع الكثير من الملكي الكابتان ديانا نيزار تبارك الله الذي نجرأ من المعتبرناه الذي نجرأ من المباراة الذي نجرأ من المثل ونا نجرأ من متساعدة كل إكيب هم ميقبت وهنانا نجرأ مأم هكذا ويؤكد أنه صوت ستقوم بأنه ليس نقيقية لكن من الملكي نجرأ الهوهن الأندية التي تأهلت لمرحلة النصف نهائي في فئة النخبة هي النادي الملكي كونتري كلوب تنجا والنادي الملكي دار السلام والنادي الملكي أنفا المحمدية ونادي وادفاس للغولف في فئة الشباب ضمن النادي الملكي دار السلام مكانا في نصف نهائي المنافسات ورافقه في ذلك كل من نادي غولف المحيط أغادير والنادي الملكي كونتري كلوب تنجا والنادي الملكي أنفا المحمدية أخير خطوة لبلوغ نهائي كأس العرش للأندي للغولف ستكون يوم الجمعة والأندي المتأهلة سيتعين عليها تقديم الأفضل للإشارة الثمان فرق التي شاركت في مرحلة الربع في فئة النخبة ضمنت بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من منافسات كأس العرش الأندية للغولف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر